مؤسسات وهمية تتيح هويات صحفية لأشخاص لم يكملوا تعليمهم ولم يمارسوا مهنة الصحافة وبمبالغ تتراوح بين خمسين ألف ومئة وخمسين ألف تصلنا بأكثر من مركز للحصول على هوية منهم وتمت الموافقة دون السؤال عن المؤهلات التي يمتلكها المتقدم أي إنهم يمنحون هذه الباجات لمن هب ودب دون شروط ولجميع المتصلين وكالة إيه إستاذ فقط ماذا مثلا المؤهلات التي يحتاجها على موضة حصل هذا الباج؟ إستاذ إلا ما في مؤهلات بس إذا كنت أنت خريجة إبتدائية أو متوسطة فأنا ما في نحطك إعلامي في نحطك مصور أو مراسل معنات بهذه الحالة ابتبعت لمستفكرتك وصورك الشخصية على الواتساب مزيين وبعدين؟ مؤسسات بلا تأسيس ولا مكاتب ولا اعتراف بفضها صار بإمكان أي مواطن الحصول على هويات صحفية لغايات لا تندرج ضمن العمل الصحفي والمضحك إنها توفر خدمة التوصيل إلى المنزل الدليفيري ولا تعترفوا نقابة الصحفيين بهذه الصفحات وتدعو لمحاسبتها فيما تعد من يحمل هذه الباجات منتحلا للصفة الصحفية مؤكدة إن الهويات لا تصدر إلا بقانون وإن لنقابة الصحفيين قانون ينظم عملها وتقول وزارة الداخلية إنها لا تتخذ أي إجراءات إلا إذا تم تحرك دعاوى قضائية جهات وهمية تقوم بإصدار هذه الهويات بعيدة عن كل الباج عن القانون وعن كل التشريعات كثير من مخاطبات للوزارة الداخلية ووزارة الأمن الوطني والجهات الرقابية الأخرى في هذا الموضوع ولكن للأسف لم تأخذ هذه الجهات دورها في هذا الموضوع ولم تتراقب أو تتابع هذه الجهات التي تقوم بإصدار هذه الهويات جهل بعض الشباب بيحمل هذه الهوية يتيح لهم الحركة ولكن لا يعلمون أن هذه الهوية يجب أن يحملها الشخص الذي يمتاز بالصفة الإعلامية والوظيفة الإعلامية ويحذر صحفيون من التعامل مع هؤلاء كونهم يشكلون إساءة إلى العمل الصحفي واستغلال المهنة لأهداف ربحية بخسة في وقت قدمت السلطة الرابعة دماء في سوح المعارك والتظاهرات بالإضافة لنقي مناشدات المواطنين والحالات الإنسانية هذه دكاكين غير مسؤولة وجاية تعمل عمل غير قانوني وبالتالي يفترض أن ترفع دعاوى قضائية ضدها للتخلص من هذه الظاهرة التي ربما أحيانا ستغطي على مجرمين ستغطي على ناس هم مطلوبين للدولة بهذه الهويات ويبقى السؤال دون إجابة متى سينتهي الفاشلون من استغلال السلطة الرابعة واستغفال المواطنين من باداد مصطفى سقر ABC News